السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة الله في مرحلة الصف السادس الالتدائي هنبدأ النهاردة إن شاء الله ناخد الدرس السابع والتامن في مادة الاي سي تي انفرميشن انت كومينيكيشن تيكنولوجي الدرس الأول بنتكلم على الاوبراياتينج سيستم وعايزين نعرف يعني اوبراياتينج سيستم في نهاية الدرس إن شاء الله by the end of the lesson you will be able to في نهاية الدرس إن شاء الله طيب أقدر إن انت نمرة واحد explain what an operating system is يعني تعرف وتوضح يعني ايه operating system number two complete the most popular pc and mobile operating system compare نتقدر تقارن ما بين أشهر أنظمة التشغيل الخاصة بالكمبيوتر ال pc و operating system الخاصة بالmobile number three identify my devices operating system يعني إزاي تقدر تعرف الجهاز بتاعك ال operating system اللي عليه ايه نوعه واللي بيشغل الجهاز بتاعك number four discuss the programming language html إن احنا نتناقش مع بعض في لغة البرمجة والمسمى html تعالى نبدأ ونتكلم على ال operating system ايه هو تعريف ال operating system and operating system و بنختصره ال os بناخد أول حرف من كل كلمة ال o من operating وال s من system أصبح اختصار أو ال abbreviation عندنا اسمه os وال os is the software that manage a computer function يعني ال software هو اللي بيدير وظيفة الكمبيوتر الكمبيوتر بتاعك وظيفته ايه بيعمل ايه ايه الأجهزة المتوصلة بيه ايه الأجزاء الحيوية اللي موجودة في جهاز الكمبيوتر بتاعك هو اللي بيعمل لها managing أو هو اللي بيديرها وهو اللي بيوظفها وهو اللي بيحاول ان هو يعني يدير عملية التشغيل في كل جزئية من أجزاء الكمبيوتر بتاعتك واهم الأجزاء عندنا في الكمبيوتر طبعا عارفين الميموري زاكرة drives اللي هي مثلا زي ال hard drive زي ال cd زي ال flash memory كل دي وحدات drives اللي بيعمل لها ادارة operating system number three عندنا ال printers اللي هي الطبعة and other devices يعني لازم تبع عارف ان ال operating system هو المدير للجهاز والكل البرامج اللي موجودة على الجهاز علشان يشغلها بفعالية تامة it also include accessible devices such as a screen reader خلي بالك ان operating system عندك على الجهاز من غير ما انت تعرف ممكن تكون محتاج تلهاش ولكن هي موجودة screen readers اللي هو قارئ الشاشة وسابق وتكلمنا عنه علشان انه هو بيساعد الاشخاص زاوي الهمم انه هما يسمعوا الشاشة لو كانوا هما ما بيقدروش انه هما يقروها او يشوفوها كمان عندي الماجنيفاييرز الماجنيفاييرز اللي هي اللي هي بتكبر الشاشة run computer software and hardware يبقى انا خلي بالك ان ال operating system بيعمل run run يعني مش يجري run هنا معنى يشغل او يدير computer software اللي هي برامج الكمبيوتر hardware and allow a user to communicate with the computer easily وانه هو كمان بيسمح لليوزر بيسمح لنا بيسمح لك الناس اللي تشتغل على الكمبيوتر انه هما يتوصلوا مع الكمبيوتر easily بطريقة سهلة ده كله اللي بيعملوا ال operating system يبقى خلي بالك ال operating system manage الكمبيوتر hardware and software كمان ال operating system من ضمن ال accessories او البرامج اللي بتبقى نازلة معايا على الجهاز بتاعك اللي هو screen reader وكمان وده الشكل بتاع الماجنيفاييرز اللي زي ما تشايف كده بيبقى عندي ما بادوس على start واختار الماجنيفايير بيديني زي عدسة واروح على الجزء اللي انا عايز اكبره مجرد ما انا اضغط عليه بيعمل لي تكبير بنسبة كل ما تدوس على plus يكبر لي الشاشة علشان تكبر الكلام وقدر اراه او الشخص اللي هو عنده مشكلة في القرية وكمان لما تدوس على minus يبتدي ان هو اي يقلل تكبير كمان عندي الجزء الخاص بال screen reader زي ما انت شايف كده ده شكل البرنامج screen reader وزي ما انت شايف دي العلامة بتاعت اصدقائنا زاوي الهمم عنده use screen reader او change generator voice انه هو يغير كمان صوت القارئ اللي بيقراله الشاشة عشان لو الصوت مش مناسب ليه فيبتدي انه هو يغير يبقى احنا كده عرفنا ان ال operating system manage ما تنساش هو عبارة عن software ولكن manage computer function يعني manage computer's hardware and software تعال كده ونتكلم على ال operating system وبيقول لي most computer come pre loaded with an operating system يعني انت لما بتشتري جهاز computer بيجي وهو تم تحميله مسبقا operating system حتى بيبقى نازل نسخة مثلا طبعا يفضل انت بقى نازل نسخة اصلية على جهازك وبعد كده بتبطي تعمل لها تحديث اونلاين اكيد الناس اه زميلنا مروا بالحاجات دي كتير اه عندي اه for example microsoft window is on most computer world wide يعني يا ولاد كلنا كلنا محدش مسمعش عن ال windows ال windows ده نظام تشغيل معظم اجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم ولكن يوجد نظام تشغيل اخر ويسمى اه ابل وعندي اجهزة الكمبيوتر اسمها ابل كمبيوتر ويانه هي run on mac os يبال ابل كمبيوتر بتدار باوبراتينج سيستيم ولكن غير ال windows اسمه mac os وبنسبة الاجهزة الكمبيوتر نعرف اشهر انظمة التشغيل اللي موجودة عندنا الكمبيوتر المايكروسوفت ويندوز ده شركة مايكروسوفت وي وبتدار او بتدير اغلب الكمبيوتر البي سي العادية اللي نعرفها او اللابتوب العادية اللي عندنا في بيوتنا كمان عندنا الابل اه كمبيوتر بيستخدم نظام تشغيل اخر اسمه mac os يعندي ويندوز وعندي mac os ده ده شكل الايكون بتاع الويندوز طبعا كلنا عارفينه اللي هو حتى عندك في الكيبورد عندك فيه زرار start نفس العلامة موجودة على يمينك على شمالك بعد المصطرة بزرار هتلاقي زرار start اللي هو واخد شكل على الايكون الخاصة بمايكروسوف ويندوز طيب ده المايكروسوف ويندوز وده الابل ماكنتوش اللي هو رمز operating system mac os اللي بيشتغل على الابل وما ان الكمبيوتر اسمها ابل فكان الابرating system بتاعهم الايكون بتاعته اللي هي شكل الابل زي ما انت شايف تعال نتكلم على الموبايل كمان يا ولاد لي operating system يعني الموبايل كمان اللي في قدينا اللي هو الاسمارت الاسمارتفون لأوبرating system ومع اختلاف الموبايل بيختلف الابرating system ولكن اشهر الابرating system موبايل devices have موبايل operating system يعني اجهزة الموبايل عندها موبايل operating system the most popular mobile is osr android طبعا كلنا نعرف الاندرويد والاندرويد على اغلب اجهزة الكمبيوتر واشهر اجهزة الكمبيوتر على المستوى العالمي ولكن في كمان الابل ios وده which is used on iphone and ipad يبقى عندنا كمان بالنسبة للموبايل عندي اتنين من اشهر انواع الابرating system android for most popular mobile and apple ios for iphone and ipad وتعالي نتكلم على android androids uses open source software عايزك تعرف يعني open source software يعني software ده open لأي حد ان هو يدخل ويعمل تعديل تعديل فيه زود فيه امكانيات يمسح حاجة يضيف حاجة يعني open مش closed ما تقدرش تمدي ايدك فيه لأ بس طبعا يا ولاد مش اي حد بيقدر ان هو يدخل الابرating system android ويعدل فيه لازم بيكون شخص ديرس ويفاهم اللي بيعمله which mean a person can change and read the programming code يعني android في اشخاص عاديين ممكن ان هو ما يدخلوا ويعملوا change ويريد programming code الخاص بالاندرويد عشان كده قلنا عليه ان هو open source software وده شكل icon بتاعت الاندرويد وده يبا احنا كده عارفين android العالمة بتاعته الخاضرة اللي هو عامنا زي رابط صغير وكمان عندي الابل ios is closed يعني الابل ios اللي هو بيشتغل على مفكرك بيشتغل على الايفون ويشتغل على الايباد ان هو closed can't be seen يعني ما نقدرش ان احنا نشوفه or changed by the public يعني ما ينفعش ان هو يتشاف او ان هو يتغير بوسط العام لازم فقط الشركة المنتجة هي اللي بتقدر ان هي تحدث في الابل ios وده ال ios اللي هو ما تنساش الابل ios اللي بيشتغل او بيشغلنا اجهزة الايفون والايباد وده شكل الايكون بتاعة الابراتينج سيستم الخاص بالابل وزي ما شايف كده الابل ios من اسمه الايكون بتاعته اللي هي الابل يبقى كده تكلمنا على نوعين من الابراتينج سيستم اوبراتينج سيستم خاص بالكمبيوتر والبي سي واتفعنا ان هو نوعين الويندوز وده خاص باغلب اجهزة الكمبيوتر تمام و ها ما نفكر رجعتي تانية اشان فكرك مايكروسوفت ويندوز ده خاص باغلب اجهزة الكمبيوتر والماك او اس خاص ب اجهزة الابل طب ده بالنسبة للكمبيوتر طب بالنسبة للموبايل عندك نوعين ايه هما الاندرويد وده خاص باغلب اجهزة الموبايلات العادية لسمارتفون اللي احنا عارفينها كله اغلب اجهزة الموبايل عدا الايفون والايباد ليهم نوع اسمه اي او اس يبقى كده عارفنا انظمة التشغيل تعالى نتكلم على ان بوس اندرويد and اي او اس اي او اس perform the same basic function يعني كلا او كل من الاندرويد والاي او اس بيعملوا perform the same basic function يعني انت معك اندرويد وانا معايا اه مثلا سامسونج او اي نوع تاني من الموبايلات فانا بعمل الوظائف تمام اللي بيسمحلي بيها الاندرويد اللي هي نفس الوظائف اللي بيسمح لك بيها الـ iOS على الأندرويد يعني أنا زي مثلا messaging يعني قدر أعمل message قدر أعمل أن أنا access الانترنت web access قدر أعمل video chat and touch function والوظائف أغلبها طبعا إن لم يكن كلها عن طريق التouch طيب كده تكلمنا على operating system طيب زي ما تعلمنا قبل كده إن كل تكنولوجيا دايما دايما فيها تطور وتكلمنا على cutting edge operating cutting edge technology قبل كده وقلنا إن هي latest technology الأحدث التكنولوجيا الحديثة آخر إصدارات التكنولوجيا فأنا عندي آخر إصدارات التكنولوجيا operating system ما لهاش آخر دايما دايما فيه تحديث فيه تجديد دايما دايما شركات الكمبيوتر بتشوف احتياجي الناس إيه الناس محتاجة إيه وتبتدي إن هي توفره لهم وتبتدي إن هو تجدده لهم زي ما احنا شفنا مثلا من خلال الأفلام من خلال المسلسلات مؤخرا بيتكلموا على الروبوت فأنا عندي Another type of operating system power A different type of cutting edge technology خت типа أ vars hence consultant عندك أو operating system يعني الروبوت نفسه لي operating system ويبنختصر اسمه لي ROS الروبوت parent system اللي هو خدنا anchore من الروبوت ومن operating وسمن شهية أصبح اسمه ROS ودا يا Dec لازم يكون open source software يوز فور بيلدينج روبوت ابني كيش عشان انت كل فترة المهندسين بيحدسوا الوظيفة اللي تعاملت للروبوت ويدفولوا وظيف اكتر ويخلوه فعال اكتر الروبوت مش بس زي ما انتو شفتوا كده في كوميديا في المسلسلات او في الافلام لا ده الروبوت كمان بيستخدم على المستوى الطبي في العمليات بيدخل مثلا يعمل عملات استكشفية وغيره وغيره يعمل مثلا عملات استكشفية في الفضاء اي مثلا يصور في اجرام سماوية يصور في كواكب اخرى عشان حرصا على الانسان فهم بيعملوا الروبوت ده ويوظفوه لوظيف تمام ويزودوك ووظيفو عن طريق ان الابراتينج سيستم بتاعهم اوبين سورس سوفتوير يوزد فور بيلدينج روبوت ابليكيشن طيب الابراتينج سيستم بار يعني كمان عندي اوبرياتينج سيستم سلف درايفينج كارز يعني عندك فيه سيارات فدي يعني السيارات دي بتبقى بدون ساقق يعني بتدار شفناها في افلام شفناها سمعنا عنها بدون ساقق دي ليها اوبرياتينج سيستم كومبيوترايز بردو تمام فعليها نظام تشغيل خاص بيها يعني اشهر شركات بتوظف وبتعمل اوبرياتينج سيستم خاص بالكارز الابل كار بلاي والويندوز تي ام اوتوماتيف اللي هو نظام تشغيل خاص بشركة اوتوماتيف اللي هي للسيارات يبقى عندك الكاتينج ايج اوبرياتينج سيستم اشهر اوبرياتينج سيستم بيحدثوه او دايما دايما في تحديث الار او اس اللي هو الروبيوت اوبرياتينج سيستم والسيلف درايفينج كار تمام اه واشهر شركات زي ما قلنا ابل كار بلاي والويندوز اوتوماتف كده اتكلمنا على الابرياتينج سيستم دلوقتي هنبدأ نتكلم على البرجرامينج لانجوش احنا عملا وقولك ان الابرياتينج سيستم ده اوبين وان الناس بتقدر تدخل تعدل فيه فهي هتعدل ازاي هتعدل عن طريق استخدام البرجرامينج لانجوش يعني لازم يكون الشخص ده يعرف البرجرامينج لانجوش يعني يكون دارس لغة برمجة عشان يقدر يتفاعل ويحدث ويطور من اداء الابرياتينج سيستم او من الجهاز طب تعال نشوف كده ايه هي البرجرامينج لانجوش البرجرامينج لانجوش جابر عن يعني انت عايز تدي اوامر للكمبيوتر بس تديهاله على شكل بتغطى على شكل كود تمام البرجرامينج لانجوش هاو افولفت فروم السيمبل ماشين لانجوش بايناري تو هايد ليفل هيومان لايك لانجوش يعني ايه يعني البرجرامينج لانجوش تطورت من كونها كانت لغة الآلة اللي بنسميها الماشين لانجوش جسماتها عليها قبل كده في العوام السابقة او بنقول عليها اللي هي البايناري والبايناري اللي هي اللغة اللي هي الزيرو والوان اللي هي اللغة اللي بيفهمها الجهاز دي بنسميها ماشين لانجوش صعبة جدا على الانسان ولكن لغات البرمجة تم تحدثها تم تطورها وأصبحت هاي ليفل لانجوش تشابه وممثلة للغة الانسان يعني بيفهمها الانسان ده بالنسبة للبرجرامينج لانجوش بنقول إن الكمبيوتر لانجوش أوفن شير سيميلاريتز يعني ايه يعني لغات الكمبيوتر بتتشارك وبتتماثل يعني ايه يعني لو أنت تعلمت لغة من لغات البرمجة فأنت قادر على إنك انت تتعلم لغة أخرى يعني عندك البيزيك عندك الأساس تمام فبالتالي مجرد السانتكس بس هي اللي هتتغير اللغويات فقط هي اللي هتتغير يعني زي ما قلنا بنتكلم على لغة فلغة البرمجة مثلا في الـ HTML دي ليها سانتكس معين ليها كود معين ليها أوامر معينة وزي ما هنعرفها كمان شوية ليها تاجز معينة لو جيدة تعلم بشو البيزيك فهي لغة تانية ليها أوامر معينة ليها سانتكس أخرى ولكن كل اللغات تتشابه يعني كل اللغات تتشابه في وظيفها ولكن مع اختلاف اللغة مثلا أنت تعلمت مثلا تقول جود مورنينج ان انجلش هتقول مثلا بونجور ان فرانش فهم الاتنين الكلمتين ليهم نفس المعنى اللي انت فهمه تمام ولكن في لغات البرمجة كذلك عندك كل لغة عشان تؤدي وظيفة معينة فهي لها سانتكس مختلفة ولكن عشان كده بنقول once you learn one لما فقط تتعلم لغة معينة تعلمت لغة واحدة it is easier to learn others يعني حيبقى أسهل جدا عن عليك انك انت تتعلم لغات أخرى يبقى هي بس once ان انت تعلمت لغة تتعلمت لغة واحدة خلاص من السهل جدا عليك ان انت تتعلم لغات أخرى programmers choose a language based on pursuit purpose يعني المبرمجين بيختاروا لغة معينة لها أساس معين لغرض معين يعني في لغات قوية في غرض معين ولغات قوية في غرض آخر فانت بتختار programmers بيختاروا اللغة الأقوى للهدف اللي هم بيبرمجوا علشانه تعالى كده نقول ان programmer language تاني are usually open source يعني اللغات البرمجة دي غالبا وفي الأعظم بتبقى معظم sorry بتبقى open source عشان anyone can see يعني أي شخص يقدر ان هو يشوف الكود اللي انت كاتبه الprogram اللي انت كاتبه يقدر يعمل له modifying يقدر يعمل له توزيع أو إعادة توزيع لdistribute الكود عشان يطور من البرنامج تعالى كده بعد ما تكلمنا على يعني e programming language ناخد عليها مثال للغة برمجة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تبقى مشوقة لكم لأن هي بتتعامل مع آآ إنشاء صفحات الويب يعني بنستخدمها عشان نعمل ويب آآ ليك آآ طبعا انت كل أغلب آآ أصدقائي بيدخلوا على النات وبيشوفوا شكل صفحات الويب دي ترى صفحات الويب دي تعملت ازاي طبعا انا عايز اقول لك انت تتعمل بلغات كتيرة جدا ولكن احنا بيديك لغة أساسية ولغة بسيطة عشان نعلمك أو تعرف فاللغة البسيطة اللي احنا بتكلم عليها دي اسمها Hypertext Markup Language وبناخد أول حرف من كل كلمة بتبقى اختصارها HTML يبقى لغة البرمجة Hypertext Markup Language اللي هي HTML وهتش تي أم إل is commonly choosing for website creation because it is easy to learn and use يعني يا ولات زي ما قلت لك كده ان الـ HTML بتستخدم غالبا وبتختار لعمل الويبسايت ليه لان هي easy to learn and use سهلة التعلم والاستخدام allow creator to add elements such as text يعني بتسمح لمنشئ الويبسايت ده ان هو يضيف text يضيف نصوص links يعني يضيف linkات image يضيف صور audio يضيف الصوات يعني تدخل الصفحة تلاقي الصفحة دي ليها صوت أو خلفية صوت وانت بتتجول داخل الصفحة دي and even video كمان يقدر يضيف video للويب page كمان it is easy to make change and it is compatible with all major web browser يعني كمان الـ HTML سهل جدا انك انت تعمل تغييرات في الويب page كل يوم تدخل للموقع اللي انت متعود تدخله تدخله تلاقي فيه تحديث بشكل الموقع حاجات اضافية تزادت فدايما اصحاب الموقع بيدخلوا يعملوا change ويدخلوا يعملوا تحديث للموقع بتاعي it is compatible compatible يعني متوفقة with all major web browser يعني متوفقة مع اغلب البراؤزر اللي انت تدخل بيهم على النت يعني firefox opra google chrome internet explorer microsoft age كل دي براوزر انت تدخل بيهم على النت ولغة html متوفقة معاهم يعني تقدر تدخل على الصفحات اللي تم انشاءها بال html بأي من البراؤزر اللي متواجد عندك تعال هنكمل كلامنا على html كود ده شكل html كود دخلت في برنامج not bad not bad ده احد البرامج اللي تبقى موجودة مع operating system windows وتم كتابة كود بلغة html تمام وبيتم حفظها عشان تبقى web page يكون extension بتاع الفايل ده html او htm تمام وعند تشغيلها وفتحها من خلال البراوزر هيبقى result بتاع الكود ده الصفحة اللي انت شايف هدي تعالى كده نبص مع بعض كلمة photography مكتوبة بكود تعالى نبص على الكود مبدئيا كده وان شاء الله هنتكلم على الكوادي html اللي تفصيليا وحنفهمها كويس الكود كلمة photography address كبير واول address اول عنوان في page اللي على اليمين اللي انت شايفها اتكتب بكود الاول عمل بتاعك او ده الامر بتاعك اللي هو بنسميه في html tag وبعدين الادرس او العنوان اللي انت عايزه يظهر في صفحة الويب تكتبه in between ما بين اللي ايه التاج يبقى tag على الشمال h1 وقفلت التاج على اليمين في اخر السطر slash h1 وفي النص بكتب اللي انا عايزاي يبقى العنوان بتاعي كلمة photography لقيتها ظهرت في اول سطر طيب بعد كده عندي في title تاني welcome to my page where i share my photos with you اهلا بك في صفحتي اللي بشارك الصور بتاعتي فيها طب ده عنوان بس اتكتب بنفس الشكل العنوان اللي قابليه بس بدل h1 متكتب ايه اتكتب h2 فهتلاحظ ان العنوان ده حجما اصغر من اللي فوقي اللي هو h1 يبقى انا h1 ده اكبر عنوان العنوان الفرعي اللي بعدي h2 طيب عندي paragraph اللي هو ظاهر عندك على اليمين this is my favorite photo تمام لحد كلمة sunset دي تكتبت في تاج لو تاخد بالك على الشمال كاتب تاج عايزك بقى يعني تاخد بالك من كلمة تاج وتعرف ان التاج ده اللي هي اوامر ال-HTML اوامر ال-HTML مكتوب بي والبي يا شباب بي بن تمام عملت التاج تاني افكرك التاج عبارة عن علامة اكبر واصغر وما بينهم حرف ال-B اللي هو related لبن تمام وبعدين بقفل التاج افضل امشي 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 لحد ملاقي قفلت التاج نفس التاج بس معه سلاش تمام ما بينهم بقى كتب paragraph كبير اللي هو this is my favorite photo لحد sunset ده بنسميه paragraph يبقى عشان نكتب paragraph بستخدم P عشان نكتب first title او عشان نكتب العنوان الاول بستخدم H1 تمام وقفلوا بسلاش H1 اه كمان لو تلاحظ كلمة favorite photo يعني حجم بتاعها الخط bold تقيل تمام سميك عملنا بتاج اسمه strong خلاص بقى انت عرفت التاج بتعمل ازاي الامر ما بين علامة اكبر واصغر ده بداية الامر طب والقفلة بتاعته في الاخر خلاص على اليمين نفس الكلمة بين الاكبر والازهر ومعها وكتب كلمة ايه beautiful حتى تلاقي beautiful ظهرة تمام كلمة favorite photo ككلمة برضو ظهرة تمام فب لو عايز تضيف صورة للصفحة بتستخدم تاج اسمه image src وتكتب اسم الفايل بتاعك بعد علامة الايكول هنشرح ده تفصيليا ان شاء الله تعال كده نكمل مع بعض ونستبر نفسنا في الدرس السابع ونشوف الاسئلة بتاعتنا بيقولك match the device type with operating system احنا عارفنا كويس قوي operating system وعارفنا انواع operating system وعارفنا كل operating system بيمنج انه جهاز بيمنج الجهاز ايه كل جهاز لي operating system المناسب دي اللي بيشغلو تعال نشوف السؤال بتاعنا ونقرأ كويس قوي عشان نقدر نعمل matching صح للسؤال بتاعنا اسملك دي اياه كده ها طيب نشوف الماك او اس الماك او اس ده operating system كل اللي على الشمال ده ماك او اس اي او اس اندرويد ويندوز كل دي operating system طب على اليمين عندي اجهزة محتاجة operating system طب نمر واحد الماك او اس بيشغل ايه ها برافو عليكم بيشغل ابل بي سي او الابل ماكنتوش اه اه كمبيوترز يبقى الواحد مع ايدي برافو عليكم عملنا اول matching تمام تعالا نشوف رقم اثنين ال اي او اس ال اي او اس ده operating system طب يا طرح بيدير ايه ال اي او اس ده بيدير اه موبايلات طب انيه نوع من انواع الموبايلات بيدير الموبايلات اللي هي اه ها مين هيقول ده يا شباب عبارة عن اه operating system used on apple mobile devices اللي هي الابل اللي هي بنقول عليها الايفون برافو عليكم والايباد يبقى اتنين مع الايف برافو عليكم طيب رقم تلاتة بيقول لي الاندرويد اه الاندرويد بقى احنا خلاص عارفينها بتشغل كل الموبايلات خليك عارف ان الاندرويد بتشغل كل الموبايلات عدا الابل عدا الايفون عدا الايباد يبقى انا كده نشوف الاجابة انا كده جاوبت السؤال ولا ايه رقم يعني كل الموبايلات عدا منتجات الابل يبقى رقم تلاتة مع الس طيب رقم اربعة الويندوز لا ده الويندوز بقى خلاص ده هي حالة نفسها واخر جملة عندنا اللي هي البي اوبريتنج سيستم يوز اون مايكروسوفت بي سي يبقى اربعة مع بي اتمنى يكون السؤال ده سهل لو كمان اكد عندك المعلومة بالنسبة للأوبريتنج سيستم نشوف السؤال التاني choose the correct answer from a, b, c or d number one is the operating system function ايه هي وظيفة ال operating system عايزك تشوف كده الاختيارات a, b, c, d هل run الكمبيوتر فقط هل هو بيدير برامج اللي موجود على الكمبيوتر فقط ولا بيعمل run للكمبيوتر هاردوير فقط ولا هو open source لا ها بيسألني الواجه على الفونكشن بتاعته ولا post a and b انا قلت لكن ال operating system manage الكمبيوتر software and hardware ريب اللي جابها بتاعتي d اللي هي post a and b طيب السؤال التان the most popular mobile operating system are اشهر انظمة التشغيل اللي بتدير الموبايل اي هي يترى android يترى apple ios ولا الاثنين ولا windows تعال نشوف post a و b android وال apple زي ما احنا عارفين السؤال التالت بيقول لي the ios is the ios operating system open source software closed source post a طبعا مش هيبقى open source و closed source لا يمكن يبقى post a and b none of them يعني مابش حاجة منهم لا الابل ده closed براو عليكم ما حد يقدر يطوروا او يعدل فيه غير الشركة المنتجة بكده نكون خلصنا الدرس السابع وهنبدأ مع بعض الدرس التامن الweb design نكمل مع بعض اللي تدينيه في لغة html توضيحيا اكثر ونشوف html بتاعتنا هنعملها ازاي هنشوف مع بعض by the end of the lesson بنهاية الدرس ستكون قادر على write an html code for basic parts of web page يعني هتبقى قادر على ان انت تكتب اجزاء من الكود في صفحة الweb page اجزاء اساسية رقم اثنين identify some html component of web page تحدد وتعرف اجزاء الاساسية اللي موجودة عندك في صفحة الweb page رقم ثلاثة create a concept and plan a website ان انت تقدر تنشئ website promotes a cutting edge product ان انت من خلال ان انت تسوى او ان انت تعرف تدير منتج حديث تعال كنا نشوف الhtml tags افكرك تاني ان الhtml اختصار hypertext markup language واخدنا the first letter from hyper h from text t from markup m from l language l اللي اصبحت html وبفكرك ان هي is the standard programming language used to create web page يعني هي لغة برمغة اساسية used to create web page تستخدم لعمل web page it describes the structure of a web page يعني هي بتوصف البناء الهيكلي للweb page and consists of a series of elements وتتكون من سلسلة من العناصر زي ما هنشوف يبقى خلي بالك ان html used to create web page would describe the structure of a web page and consists of a series element يعني وبتتكون من سلسلة من العناصر زي ما هنشوف such as heading العنوين paragraphs graphs المقاطع من الجمل links اللي هي link والimages اللي هي الصور تعال نشوف web browser read html يعني انا بكون صفحة html والweb browser الbrowser بفكرك browser يعني زي google chrome الopra ال internet explorer microsoft edge كل دي اللي انت بتلوجن بيهم على صفحات الانترنت اللي بتدخل بيهم على صفحات الانترنت اللي بتتجول بيهم داخل الانترنت تمام بتقدر تقرى html document and display the content وتعرض لك المحتوى according to the html tag واحنا في الدرس السبعة قلنا يعني ايه html tag وعارف ان html tag اللي هو اوامر html يعني اوامر html بنطلق عليها كلمة tag و tag have three main parts يعني التاج بيتكون من ثلاث اجزاء opening tag content and closing tag ال opening tag اللي هو دايما العلامة الأكبر والأصغر في وش بعض ونكتب الأمر الجوه ما بين العلامة الأكبر والأصغر دايما opening tag وبعدين نكتب content نكتب المحتوى وبعدين نقفل tag لازم التاج اللي انت تفتحه تقفله في مكانه المظبوط عشان ما يفضلش تأثيره شغال من غير ما انت هتاخد بالك طب بنقفله ازاي بنقفله باني انا بجيب العلامة الأكبر والأصغر وعمل العلامة الستلاج واكتب affiliate tag ده شكل التاج بتاعنا زي ما انت شايف كده هندرس مع بعض اللي عاليمين ده شكل الويب page وانا شايفها من خلال browser طب يا تارى كل جزئية في الويب page دي ظهرة بشكل مختلف عن اختها تمام ده لانها اتكتبت في صفحة ال html بتاج مختلف مش هنقوم بقى بكود وبأمر لا عشان ناخد على كلمة tag يعني مثلا يا ولاد اول heading عندك اللي هو largest heading العنوان الاكبر ده اتكتب inside ده عبارة عن content largest heading ده عبارة عن content اتكتب between ال opening tag اللي هو h1 و ال closed tag اللي هو slash h1 يبقى خلي بالك التاج بدايته h1 closed بتاعه slash h1 يبقى h1 ده tag ليه بداية وليه نهاية لي opening وليه closed خلاص opening h1 closed slash h1 ده فين content اللي هيتأثر بالتاج ده اللي هو largest tag وتأثر ازاي انه ظهر في الصفحة عندك اكبر عنوان يبقى اكبر عنوان عندي تمام اللي هو the first heading اللي هو largest heading طيب عندي كلمة sub heading عنوان فرعي ده ظهر في صفحة ال html باستخدام tag اللي هو h2 عندي h2 ده tag opening tag والclosed tag اللي هو slash h2 والcontent بتاعتي اللي هي sub heading اتأثرت بh2 وظهرت less than h1 يعني largest heading شكلا وحجما اكبر من sub heading يبقى عندي عنوان رئيسي وعندي عنوان فرعي طيب بعد كده عندي كلمة smaller sub heading smaller sub heading يعني عنوان اصغر فاصغر عنوان عندنا مكتوب في tag h6 او h6 الopening tag h6 والclosed tag slash h6 وما بينهم كلمة smaller sub heading smaller sub heading خلاص كده يا شباب يبقى عندي smaller sub heading ده ظهر ما بين h6 وslash h6 يبقى كده تعرفنا مع بعض على العنوين افكارك تاني largest heading h1 sub heading h2 smaller heading h6 ودائما ال tag لي open ولي closed ولي content تبراقف علي طيب بعد كده عندي الparagraph اللي بيقول use this tag to create to create a paragraph a paragraph has several sentences يعني استخدم ده عشان تنشئ paragraph وان الparagraph بيتكون من عدة جمل طب اتكتبت ازاي في صفحة ال-HTML فين التاج بتاعها فين الحرف اللي مكتوب ما بين اكبر واصغر p p pin يبقى الparagraph افكارك تاني الparagraph بيتكتب بتاج اسمه p اللي هو نسبة لpin تمام ويتقفل بslash p و in between ده الcontent اللي هو من اول كلمة use لحد كلمة sentences تمام ولو بصت عليها هتلاقيها ظهرت كparagraph والparagraph لازم تبع عارف انه بيتكون من عدة جمل طيب بعد كده عندي لو تلاحظ this is the biggest font this is the smallest red font وخلي بالك ان السطرين دول مكتوبين بالاحمر تمام وان شكل الفونت بتاعهم حجما مختلف يعني this is the biggest font حجم كبير اللي هو يعني هتقول عليه انه هو رقم واحد وبعد كده this is the smallest font رقم تاني غير ال one طب نشوف التاج بتاعهم font ما بين اكبر واظهر كلمة font بعدين كلمة size يبقى انا كده font يا ولاد بتأثر على كذا حاجة انا هنا بأثر على size الحجم فلما اقول font وكتب جنبها كلمة size يبقى انا قصد اتحكم في الحجم وبعدين عملت علامة equal وكتبت ما بين two quotation one يبقى الفونت ده حجمه ايه حجمه one وايه لازم تبقى عارف انه one ده the biggest font تمام براف براف بعد كده بعد كده size تمام equal ما بين quotation ايه 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 بعد كده عمل تاني تاك تاني ما بين اكبر واصغر font بس ما قالش size قال ايه ال color font color equal red font color equal red يبقى انا كده الفونت كود الفونت المراضي مش بيتكلم على size ده بتكلم على color يبقى font ليه كذا استخدام مرة مع size مرة مع color زي ما انت شايف هنا هو مختار red عشان كده السطر ده لهو this is the biggest font this is the smallest font ظهرت بايه بred تمام طيب بعد كده السطر اللي بيقول visit the Egyptian knowledge bank زور موقع البنك المعرفة المصري وكاتب اللينك بتاعه اللي هو http www.akb.ag يعني انت ده يا ولاد عبارة عن لينك لما تدوس عليه هينقلك من الصفحة دي لصفحة bank المعرفة تبدأ تكتب ازاي في الhtml تكتب عن طريق انه استخدم تاج اسمه tag a tag a ويتقفل بايه احنا اتفقنا ان tag a يتقفل بتag slash a تمام بس كتب بعد ال a href وhref ده بعدين equal يكتب في اللينك بتاع الصفحة اللي هو http www.akv.ag يعني اللينك يتكتب بعد علامة equal بعد a href ويقفل التاج طب فينك content كلمة visit the egyptian knowledge bank زور موقع بنك المعرفة المصري وقفل التاج كاني بفكرك التاج لي opening tag closed tag وما بينهم content اللي هيظهر لك في صفحة البروزر content بس بيظهر متأثر بوظيفة التاج تمام يا شباب وكل تاج لي ايه لوظيفة زي ما انت شايف بعد كده emphasized text emphasized text اللي هو text الاتاليك تمام اللي فيه واخد سنة زاوية كده وميل يعني وواضح وزي ما انت شايف اتكتب في صفحة الاتش تي اميل باستخدام التاج i i ما بين علامة اكبر واصغر ده open ولا closed ده open برافو عليكم طب ما الفين الclosed tag slash i يبقى opening tag i وما تاج يبقى علامة اكبر واصغر طيب الclosed slash i اللي هي الايه الclosed تاج طب فين الcontent اللي هي ظهر في البروزر emphasized text طب بعد كده كلمة bold text يا طرأ طلعت بالشكل bold text ده متأثر بأنه تاج ايه التاج اللي خلاها تظهر بالشكل ده تاج strong strong ده opening tag طب والclosed tag slash strong طب فين الcontent اللي تأثر بتاج strong كلمة bold text عشان كده ظهرت bold تقيلة تمام ده كده شرح لصفحة html تمام ازاي كتبتها وازاي ظهرت في البراوزر بتاعك لما جيت تشغيلها يبقى كده عرفنا كل سبب ظهر بيه محتوى في صفحة الويب ظهر ازاي عن طريق ان انا استخدمت احد التاجات زي ما انت شفت معانا كده في الشون ده طبعا نقدر اننا ننفس ده عملي زي ما شفنا فتحنا not bad نفتح not bad ونكتب الاوامر دي ونحفظها ايه برافو عليكم ونحفظها باي اسم ولكن بالextension او بالامتداد يعني بعد علامة الدوت تكتب html بتلاقي الصفحة بتاعتك لما تقفل انها خدت شكل البراوزر اللي انت عمله البروزر الديفورت او البراوزر الاساسي اللي انت بتستعرض به النت وتدوس عليها تفتح لك في البراوزر بمتأثر طبعا بالاوامر بتاعتك لبا انت كده عملت صفحة ويب سايت بسيطة طيب يعني ايه بقى ويب سايت ديزاين بنقول ان html بنكمل مع بعض الويب سايت ديزاين ان html element break up web page to make them easier to scan read and navigate يعني عناصر html بتقسم صفحة الويب page عشان تخليهم اسهل ان انت تقدر تعمل لهم اراية او تستعرض يعني html code can also help people with low vision يعني يقدر يساعد الاشخاص اللي هم عندهم ضعف في الرؤية to distinguish between parts of web page ان هم يقدروا يعني يميزوا ويخطوا بالهم من اجزاء الويب page كده لو بصينا على دي ولاد صفحة web page هنحاول ندخل على صفحة web page دي وننتهي نشوف كل جزئية منها يا ترى صممت ازاي نمرة واحد كلمة self driving cars زي ما انت شايف self driving cars the اكبر title في الصق يبقى ده لو بصينا كده the large heading at the top of the page ومين يقول لي يتعامل باي ها ايه الامر ايه tag مش نقول الامر هنقول tag اللي هتلا html اوامرها اسمها tags براو عليكم ال tags دي يا ولاد اللي اتعامل بيها self driving car هي h1 طب self driving cars and mobility ده sub heading اتعامل h2 مثلا طيب self driving car البلوك بتاع الكلام بتاع self driving cars الهو ده والبلوك بتاع visuals the cars are mobility تمام دول يولاد بنقول عليهم ايه broken up into two paragraph يعني ده paragraph وده paragraph من يفكرني ايه تاج بتاع paragraph bravo عليكم ها من يقول bravo beben تمام طيب طب من يقول لي كلمة visual لونها لبنية أو لونها اللون المختلف عن الاسلود ده تمام ازاه ريه ده من يقول لي تعمل بي bravo عليكم مين قال ها font color bravo طب من يقول لي image الصورة دي تحطت ازاي image دي عشان بتعمل ل الناس انهم ياخدوا بالهم فبنستخدم تاج اسمه image تمام تقدر ان انت تصمم صفحة زي دي نفتح not bad زي ما قلتلك وتشوف ال tags اللي تقدر تعمل لك التأثيرات على النصوص والصور واللينكات عشان تقدر تصمم صفحة web page زي ما اتفقنا طيب كده احنا خلصنا الدرس التامن هنبدأ مع بعض نعمل test بسيط عشان نأكد المعلومات اللي درسناها match each tag يعني وصل كل تاج with the suitable يعني وصل كل تاج مع الوظيفة المناسبة ازاي يعني انا كده هعمل matching اللي على الشمال دي tags طب اللي على اليمين usage الاستخدامات طيب لو بصينا اول تاج ايه ده opening tag و خلاص عارفنا opening tag closed tag in between content يبقى opening tag مين فاكر الاي دي بتعمل ايه مين فاكر الاي ده بيعمل اللينك يبقى تو create hyperlink برافو عليكم النمرة واحد مع الاي اللي هي create hyperlink طيب الفونت انا قلت لك الفونت بتعمل كذا حاجة بتعمل بتعمل color تمام برافو عليكم يبقى change the font size and the color يبقى اتنين مع d طب الاي بتعمل ايه في الخط change the text to italic بتخلي النص يبقى italic وانا قلنا قبل كده italic يعني مائل يبقى ثلاثة مع ال b طب h1 ها مين فاكر h1 دي بقى قلنا كذا امقول h1 دي عشان to create heading the the biggest heading يبقى اربعة مع c اخر واحدة ال b وانا قلت لك ال b بين d مع a مع ال paragraph يبقى 5 مع a for creating paragraph وانا يكون سؤال سهل وثبت لنا المعلومات نشوف السؤال الثاني choose the correct answer from a b c or d السؤال الاول بيقول a نقط heading is the top is at the top of the page ايه الheading اللي بيزهر في top of the page في بداية الصفحة text large sub smaller رحنا اتفاقنا اللي بيزهر في بداية الصفحة ده ايه large heading the biggest heading بقى number b large type number two one of the following is not a tag يعني كل قدامك دول tags تمام وانت درسناهم مع بعض يا ترى ايه letter اللي احنا مشفناهوش النهار ده طب شفنا i italic شفنا a hyperlink شفنا h1 the largest heading طب month book لا ما قلنا احنا خدنا بتاعة الparagraph يبقى اللي مش tag اللي هي c السؤال الثالث بيقول لي the abbreviation of hypertext markup language is يعني الاختصار او الحروف اللي بنستخدمها بدلا من نقول hypertext markup language اللي بنختصر بها is ها من فاكر انا اتفعت معك قبل كده بناخد the first letter of each word يعني خدنا h بنفس الترتيب h من hyper t من text ها m من markup l من language تبقى html يبقى الاجابة a كده خلصنا اسئلة الدرس التامن لكده نكون درسنا مع بعض الدرس السابع والتامن اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون استفدنا ونراجع الدرس السابع والتامن واتمنى ان كل تلامسة يدخلوا على link form اللي موجود في الشات علشان يحلوا الاسئلة ويأكدوا المعلومات ان بحل الاسئلة بنأكد المعلومة بنكون استفادنا استفادة كاملة اشكركم جدا واشوفكم على خير ان شاء الله تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله واشكر كل الناس الجميلة اللي ساعدتنا عشان نعمل الدروس دي اللي تستفيدوا بيها شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته